أنا معاليكم، أنا اسمي إيمان منصقة عيادة علاج الأجنة أنا تعاملت تقريباً مع مجموعة من حضراتكم أكيد خلال التليفون هو الغرض من البرنامج علاج الأجنة هو تشخيص الأمراض الوراثية قبل ولادة الجنين وفي بعض الأحيان علاجه إذا أمتع طبعاً حضراتكم عارفين المجتمع السعودي طبعاً في نسبة عالية جداً من زواج الأقارب والحقيقة ده بيخلي أن الأمراض الجينية بتطورت الأجيال بصورة كتير كبيرة إن كان أعلى نسبة عندنا إحنا هنا في الصعود الغرض من البرنامج هو تحديداً أن نخلي الابستتريشن في مستشفى وزارة الصحة إنها تحاول تحول لنا الحالات اللي هي لقية فيها فيت الأبنورماليديس أو عيوب خلقية للجنين طبعاً هي مش كلها للأسف بتقدر تتعالج بس إلى حد كبير على الأقل إحنا ممكن نكتشف إيه المشكلة اللي خلت ست مثلاً جابت ثلاث أو أربع أجنة بنفس الفيتشر أو بنفس الشكل وخلت إن الجنين ده يتوفق طبعاً هو بيكون محبت جنة للدكتور المعالج لأنه هو مش عارف يعالج الموضوع فدي واحدة من حالات اللي ممكن تتحول لنا بناخد أثناء الحامل عينة من دم الجنين وبنقدر بتتبعت عن طريق المختبرات اللي موجودة عندنا الحقيقة اكتشفنا مؤخراً كمية طفرات كبيرة جداً لقدر نساعد بيها في الحمل الجاي يعني الحمل اللي بيكون فيه المشكلة ده غالباً ما بدرش نساعد إلى أن نقدر نكتشف إيه المشكلة اللي سببت وفاة الأطفال اللي سبقوا ومن خلال الأم والأب بنعرف إنه هما حاملين لطفرة معينة قدت إلى التورسل الطفرة كمان بيبقى فيه نوع من التعاون إنه نحن بنشخص ونرجع دايماً الحالة للمستشفى المعالجة على أساس بتكون أخذت خطة علاج لو كان مثلاً جنين مصاب أبراد لا يرجى برقها وكتير وجنين مصاب مثلاً للشهر السابع أو التامي فطبعاً إحنا في المرحلة دي ما بنقدرش إن الجنين ينزل على حسب الفتوى لأن الفتوى بتقول إنه يمكن إجهاض الحمل قبل مرور 120 يوم اللي هو بنحسبها حوالي 19 أسبوع ويوم من تاريخ الحمل إذا كان المرض لا يرجى برقه أو لا تتأتى معه الحياة أو تتأتى معه الحياة بصعوبات شديدة دي على حسب قرار لجنة كبار العلماء اللي بعد كده قيدت بقرار من الجوان المعالجي بس دي في الحالة اللي إحنا بنكتشف فيها إن الجنين مصاب بالمرد ده أثناء الحمل قبل مرور 120 يوم ولو كان حاجة ممكن نجهد الجنين إحنا لكلي أو مؤخراً بقينا نخلي اللجنة من المستشفى التخصصي بتطلع موافقة إن الجنين ده ممكن إجهاضه وبنرسلها للمستشفى اللي محولها على أساس إن إحنا بنكون أحدنا المسئولية القانونية لأن على حسب برضو الفتوى إن بعد إقرار ثلاث ده كترة مسلمين عقلاء إن هم إرامين ده لإجهاض وبنرجحها تاني للمستشفى اللي محولها المال فطبعاً دي بتقطع نسبة جداً من الأمراض الوراثية اللي ممكن تصيب المجتمع وخصوصاً يا زوجنا لكم عارفين إنها كلها أمراض بتكون معظمها صعب وعلاجها مكلف وكثير من الأحوال بممكن تؤدي إلى مشاهل التماعية بين الزوجين نفسهم لأن هم بيكون حسين إنه كل مرة بيخليفه الجنين بيطلع مصاب فبيبتدي يحس إنه ممكن يتجاوز واحدة تانية أو هي حسة إن مش هي المشكلة ممكن تكون منه وهكذا فطبعاً لو حصل وعرفنا بنتجنب المشكلة أو إن جاب طفل مصاب في المرات القادمة فهو المكذوب بس التحويل على فكرة تحويل الحالات دي في ناس كتير للأسف في المستشفيات فهمة إن الموضوع صعب جداً تحويل حالات المستشفى التخصصي لكن بجد تحويل الحالات اللي زي دي بتقبل مرات أداسهم دي فعلاً في نفس اليوم طيب حلين نعلق بس شوية ترى بعض الحال تقبل حالة بأقل من ساعة أيضاً إننا عملنا يعني أنا سايت كامل على المشروع هذا كبير جداً ممكن نرسلكم أيضاً اللي هو في أوقات في الأسبوع في رأيته بالثاني في أي لحظة من لحظاتك ترسل رأيته بالثاني وتتكلم مع تليفون معين بجوال معين في خلال مثلاً كان يوم الثلاث يومين في الأسبوع أحد وثلاث تقريباً تقريباً تتعمل وتتصلت صلاتكم بالكامل والحالاتكم بالكامل فإن شاء الله حصل لكم الوسيلة والتليفونات والتنسيق إن شاء الله بعد الاجتماع كله بكل اللي يجتمعنا معهم كيف يمكن تتواصل معهم باشرة البرنامج هذه الشغالة وبإذن الله سبحانه وتعالى بمنى من الله سبحانه وتعالى ثم بمساعدكم بإن شاء الله أننا نستفيد من الاجتماع هذا بأننا نستخدم الأشياء الموجودة متوفرة هذه الموجودة من سنة و سنتين و ثلاثة فإنتوا الآن تحتاجوا إلى بس فقط إنكم تبدأوا تستخدموا أتفضل في أحداً لأي استثماء أنا أعطيك العافية سعيدة من المأحة بالنسبة لكلام الدكتورة الأفراد أنا عندي حالة حولتها قبل أسبوع بسمات المقبولة يجيز درف ورياض كذلك الحالة هذه طبعاً الليستة ما وصلت 14 أسبوع تقريباً المريضة طبعاً يتابع التخصص و أكتشف عنه مرض جيناتك و أثنين من الأطفال توقعوا عندهم بعد الولادة و كان حامل بالمرض فما أعندري كيف نبين لكم أن المريض هذا يتابع معكم أو المريضة حامل بالمرض هذه نفسه حددتك قلت أنه عرف أنه عنده جيناتك ديزيز يعني فيه طفرة معلومة صح؟ دي طفرة واضحة لكم لا دي حالة لا ترفض أنا أعتقد أنها لا ترفض لو كالما فيه طفرة معلومة والستة الاستحمل في 13 أسبوع يعني ده إن إحنا ويكان دياجنوز لإلا بعينة بالمشيمة أنا بجري لجد بتقبل على طول إن شاء الله أعطيك العادي أنا ممكن حتى ممكن أسل لك الحاجة والشكلة حيلا حيلا أنا حرسل لك الآن معلومات مش لها هي بس لايضا لدكاترة الدكتورة النمر الدكتورة الصحة كلهم تحت أمر في أي لحظة من اللحظات تبتصل مباشرة في أي لحظة حتى تحويل على إيميلي أنا بانتسابة على الويبسايت إيميلي أنا للشخصي بتاع المستشفى وأنا الحالات اللي بتجيلي أنا بحولها إنزة سبط للدكتورة وسام كوردي هي اللي بتكرر كبول الحالة على طول حتى في بعض المناطق معهم بجري وبيحولوني الحالات على طول وبوديها لدكتورة وسام وساعات بتكون المشكلة في الإنة إي سي يو ما بتبقاش فينا لو إن البيبي محتاجة ولات وما فيش أسرة في الإنة إي سي يو ساعاتها ممكن بنوفر لكن حالات الدياغنوزة زي ما قلت تجيب تبقى سهلة اللي هي بتكون في الإنة إبريجنانسي وخصوصا زي ما حضرتك تفضلت وقلت إن فيه نون ميتيشن أو طفرة معلومة طبعا هذه الآن بس معلومات عامة على المشاريع نحن ممكن نحدد لكم اجتماع تاني إن شاء الله لديك تفصيل كامل وتجيك أيضا الدكاتر لدكتورة الصحين والدكتورة مها والنمر والدكتورة شنيتي ممكن يجي يعرف كيف فكيفريك كامل نبدأ نتناقش وشوف يعني مثلا الإيجابيات والسلبيات من الفترة الماضية بإذن الله شكرا